ما يميز الرؤية السعودية هي المرونة مع الالتزام بما ورد فيها من مكونات رئيسية تتعلق بتطوير وتنمية المملكة تنمية شاملة بكل قطاعاتها ومكوناتها وفي هذا السياق رؤي أن يطرح أو أن الدولة تعطي صندوق الاستثمارات العامة مما تمتلك من أسهم وهي تمتلك رامكو أربعة في المية من رأس الشركة الذي يعتبر من أكبر أو تكون أكبر شركة بترول في العالم وهذا له هدفين الهدف الأول هو توفير أيضا مزيد من الدعم لصندوق الاستثمارات ليفي بالتزاماته الداخلية واستثماراته في الخارج والأمر الآخر أيضا هو أن هذا التحول من الأربعة في المية من رأس مال أرامكو والتجاه إلى الصندوق الاستثمارات لن يؤثر على برنامج أرامكو سواء في التنقيب أو النقل أو الإمدادات وهذه ميزة أيضا تحسب لهذه الخطوة المباركة وتحسب أيضا لمرونة الرؤية فبالتالي حينما نكون على مقربة من ارتفاع صندوق الاستثمارات السعودية والقفز بملاءتها المالية الجديدة حينما تضاف له القيمة السوقية القيمة العادلة لأربعة في المية من أسهم سابق ستقفز من السابعة إلى المرتبة الخامسة خلال السنتين القادمتين وبعد ذلك سيرتفع في هذا السياق إلى مراتب أخرى متقدمة نحن في المملكة العربية السعودية حينما ننظر إلى مكونات الاقتصاد هو التكامل في كل مكوناتها والرؤية جمعت هذه المكونات ووضعت لها مسارات محددة وأهداف محددة وبالتالي تحتاج إلى معايير في التطبيق وتحتاج إلى أيضا دراسة نتائج وهذا القرار جاء من خلال الدراسات التي تعمل كل ثلاثة شهور على تطور الاقتصاد المحلي وصندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي في السوق المحلية وهو أيضا جاء في فترة حينما تقترب محفزات الدولة حينما بادرت إلى تغطية الاحتياجات حينما بدأت الجائحة من خلال البرامج الحكومية الدعم المالي للقطاع المصرفي أيضا دعم المستهلك فهناك الكثير من المبررات والمبادرات السابقة ولكنها آيلة إلى الخروج مع ما خدمنا الظرف بإرادة الله سبحانه وتعالى من تعسن أسعار البترول وصلت إلى أكثر من 94% 94 دولار وننتظر أيضا أن تقفز إلى أكثر من ذلك نتيجة الظرف السياسي بين الغرب وروسيا وننتظر أيضا ما يقول إليه الحال في ملف نووي كل هذه المعطيات تخدم أن صندوق الاستثمارات السعودية تحرك أكثر في الداخل وفي الخارج وهذه أيضا إرادة ملكية إرادة اقتصادية عالية الجود